اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحيوانات والصخور والطربة جميع هذه الأشياء تعتبر موارد طبيعية أي أنه ليس الإنسان أي دخل فيها أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء توجد في الأرض وهذه الأشياء ضرورية ومهمة جدا للإنسان يحصل عليها الإنسان ويستخدمها ولا يمكنه الاستغناء عنها بعض هذه الموارد الطبيعية تعتبر مخلوقات حية مثل النباتات والحيوانات وبعض هذه الموارد الطبيعية تعتبر أشياء غير حية مثل الماء والهواء والصخور والطربة الماء والهواء والصخور والطربة أشياء غير حية لأنها لا تحتاج إلى الماء ولا تحتاج إلى الهواء ولا تنمو ولا تنتج أفراد جديدة أما النباتات والحيوانات تعتبر موارد طبيعية وتعتبر مخلوقات حية وسنقوم إن شاء الله في هذا الدرس بدراسة الصخور والمعالم أولا الصخور الصخور أشياء غير حية موجودة في الأرض الصخور توجد في الأرض وهي أشياء غير حية وهي من الموارد الطبيعية أغلب الصخور صلبة معظم الصخور تعتبر صلبة ويختلف بعضها عن بعض في الشكل والحجم واللون والملمس بعض الصخور تكون دائرية الشكل وبعض الصخور مستطيلة الشكل وبعض الصخور كبيرة في الحجم وبعض الصخور صغيرة في الحجم وبعض الصخور ضخمة جدا وأيضا اللون بعض الصخور رمادية وبعض الصخور سوداء اللون وأيضا الملمس بعض الصخور ناعمة وبعض الصخور خشنة توجد الصخور بأشكال وأحجام كثيرة ومتنوعة أين توجد الصخور توجد الصخور في الأرض توجد في كل مكان الصخور توجد في كل مكان فهي موجودة تحت الشوارع وفي الطربة وفي قاع المحيط وفي قاع البحر وفي قاع النه ولا يوجد مكان على سطح الأرض إلا وبه صخور ما هي أهمية الصخور أو ما هي استخدامات الصخور قديما كانت تستقدم الصخور في صناعة الأدوات منذ آلاف السنين قديما كانت الحياة بدائية قبل أن يقوم الإنسان باكتشاف النار وقبل أن توجد الصناعة لذلك كانت الصخور في هذا الوقت تستقدم في صناعة الأدوات كما نرى في الصورة هذه الفأس اليد خشبية ورأس الفأس مصنوعة من الصخور وهذا هو الاستخدام الأول من استخدامات الصخور أنها تستخدم في صناعة الأدوات ثانيا تستخدم الصخور في بناء المنازل وتستخدم في الأساث وتستخدم في المطابق وتستخدم في المصانع والشركات والمدارس فمثلا يعتبر الرخام من الصخور وكما نعلم الرخام له استخدامات كثيرة جدا وأيضا الصخور تستخدم في صناعة الفخار وأيضا قديما كانت هذه الصخور كان بعض الأقوام كانوا يستخدموا الصخور في بناء المنازل كما حكى لنا القرآن الكريم في قصة سيدنا صالح مع قوم ثمود الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى قوة كبيرة وكانوا يبنون من الجبال بيوتا قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فهلاء القوم آتاهم الله سبحانه وتعالى قوة كبيرة وكانوا يبنون المنازل في الصخور كما حكى لنا القرآن الكريم وما زالت هذه البيوت موجودة إلى الآن في مداء صالح شمال غرب المملكة العربية السعودية مما تتكون الصخور؟ الصخور تتكون من المعادن ما هي المعادن؟ المعادن أجزاء صلبة غير حية تتكون منها الصخور فالصخور تتكون من المعادن والمعادن تكون الصخور من خواص المعادن أنها لها بريق معدني أي أنها تلمع عندما ننظر إلى حجر أو صخ وهو موجود في ضوء الشمس نجد أن له بريق أي أنه يلمع أمثلة على المعادن ما هي المعادن؟ المعادن توجد في باطن الأرض ولها بريق معدني مثل الحديد والنحاس والألومنيوم والذهب والفضة والصخور الصخرة الواحدة تتكون من معدن أو أكثر ما هي استعمالات المعادن؟ نكتفي في هذا الدرس بدراسة أربعة من المعادن أولا معدن الجرافيت وهو نوع من أنواع الكربون ويستخدم في صناعة القلم الرصاص ثانيا معدن الماغنطيت وهذا المعدن هو المكون للحجر المغناطيسي أو المغناطيس الطبيعي وهذا الحجر المغناطيسي له خواص مغناطيسية أي أنه يجذب الأشياء المصنوعة من الحديد ويستخدم هذا المعدن في صناعة المغناطيس الصناعي الموجود في الصورة في الكتاب على شكل حدوة الحصان أو على شكل دائري ثالثا معدن الفلوريت وهذا المعدن يستخدم في صناعة معجون الأسنان لأنه يحتوي على عنصر الفلور وهذا العنصر مهم جدا للأسنان رابعا معدن التركواز وهذا المعدن يستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات الفصوص الموجودة في الذهب مصنوعة من التركواز سؤال ما المعدن الذي يستخدم في صناعة أقلام الرصاص الجواب هو معدن الجرافيت أخيرا كيف تكونت الصخور تكونت الصخور والمعدن في باطن الأرض منذ ملايين السنين عبر ملايين السنين ولكي يحصل الناس أو لكي نعفر على هذه المعدن أو الصخور فإننا نحفر في الأرض بحثا عنها ما الاختلاف بين الصخور والمعدن؟ المعدن تكون الصخور والصخور تتكون من معدن أو أكثر وإلى هنا ينتهي الدرس وأشكركم على حسن استماعكم وإن شاء الله نتقي في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزيلا حسن mint من empreن ورحمة الله وبركاته خالفة